صحيح حاجة مشرفة جداً البيعثة المصرية عاملة شغلة أكتر من ممتاز حتى هذه اللحظة واللي احنا بنقول لحضراتكم عليه ده مجرد ايه فتح الكلام يعني عايزين كمان نقول لكم ان المنتخب مصري لسيدات تنس الطاولة فاز على إيطاليا بنتيجة 3-2 والمنتخب مكون من دينا مشرف ويهانا جودا ويه مريم الهضيبي وحقق كمان عبداللطيف عيد عبداللطيف مش متأكد من الاسم الحقيقة بس المهم هو حقق فضية المصارعة عبداللطيف منير حقق فضية المصارعة الرومانية في وزن 130 كيلو جرام ليرتفع رصيد مصر حتى هذه اللحظة لـ 12 ميدالية 3 دهب 4 فضة 5 برونز كمان استهل المنتخب الوطني لرجال كرة اليد مشواره في المجموعة الأولى جهوز كبير حققوا على نظيره المنتخب الإيطالي بنتيجة 38-35 في مباراة قوية جداً كتير أكيد من حضراتكم تابعوها ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا مع المنتخب السربي النهاردة إن شاء الله في تاني جولات المجموعة ولقاء حيبقى ضرب نار بالمعنى الحرفي للكلمة طبعاً بيلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات تونس، ستوبينيا، إيطاليا وصربيا وطبعاً نتمنى لهم كل التوفيق الحقيقة برضو كرة الرياض المصرية ابتدت فيه آخر كم سنة تحقق إنجازات عالمية بالمعنى الحرفي ونفسنا نلاقي أن كل الرياضات المصرية تشرف مصر والمصريين كما هو الحال في السكواش وكرة اليد بصفة خاصة صحيح، لسه، لسه برضو الأخبار ما حضراتكم ما خلصتش لأن البعثة زي ما هنتكلم كده فعلاً محققة يعني نتائج كويسة جداً حد هذه اللحظة مبارح لحضراتكم برضو فاكرين كنا منتكلم عن الطائرة تحديداً الطائرة كسبو، كنا مبارح بنقول يا ربي يكسب الطائرة كسبو بالفعل اشتركوا في القناة